اشتركوا في القناة كنا قد عرفنا في الفيديو الماضي بأن هناك تحولات آلية وكيميائية تطرأ على الغذاء وعلى الخبز على مستوى الفم تنتقل قطعة الخبز الممتوغة من المحطة الأولى وهي الفم مرورا بالبلعوم ثم المريء إلى غاية أن تصل إلى المحطة الثانية والمتمثلة في المعيدة وسنتعرف على التحولات التي تطرأ على قطعة الخبز داخل المعيدة كنا قد عرفنا بأن قطعة الخبز تتكون من سكر معقد هو النشاء يحدث له تحول كيميائي حيث يتفكك من نشاء إلى سكر شعير أو مالتوز تحت تأثير الأميلاز اللعائي الآن سنتعرف ماذا يحدث للنشاء على مستوى المعيدة كلنا نعرف بأن الوسط على مستوى المعيدة هو وسط حمضي وبالتالي فإنه لا يحدث للنشاء أي تحول كيميائي على مستوى المعيد لأن اللعاب يفقد فعاليته بفعل حموضة جدار المعيد ونقصد بيفقد فعاليته أي أن الأميلاز اللعابي الموجود بالعصارة اللعابية لا يمكنه أن يقوم بتبسيط وتفكيك النشاء إلى سكر شعير أو سكر مالتوز والآن نتعرف على مصير غلوتين الخبز على مستوى المعيدة قبل ذلك نتعرف على مادة الغلوتين الغلوتين هو عبارة عن مادة بروتينية أو نقول عبارة عن بروتين يتألف من سلاسل بيبتيدية والتي تتألف بدورها من وحدات بسيطة تدعى الأحماض الأمينية وبعبارة أبسط يمكننا أن نقول بأن البروتين عبارة عن عدد كبير من الوحدات البسيطة المترابطة فيما بينها والتي تدعى بالأحماض الأمينية والغلوتين هو نوع من البروتينات ويوجد بالخبز إذن توضح الصورة عن ألف وبا تجربة ونتائج معاملة الغلوتين وهي عبارة عن مادة بروتينية إذن هذه التجارب موجودة بالكتاب المدرسي صفحة 11 إذن بالنسبة للتجربة نحضر ثلاثة أنابيب اختبار ألف وبا وجهين نضع في الأنبوب الأول محلول غلوتين ونضع في الأنبوب الثاني محلول غلوتين زائد لعاب ونضع في الأنبوب الثالث محلول غلوتين زائد عصارة معيدية يوضع الجميع في حمام مائي عند درجة حرارة 37 درجة مئوية وهي نفس درجة حرارة الجسم بعد مدة زمنية نلاحظ هناك تغير في الأنابيب الإختبار المطلوب ما هي الملاحظات المسجلة في نهاية التجربة ثانيا نقدم تفسيرا لتغير لون الأنبوب جيم وعدم تغير لون الأنبوبين ألف وبا وفي الأخير ماذا تستنتج نجيب الآن على التعليمات إذن في نهاية التجربة نلاحظ تغير لون الأنبوب جيم وعدم تغير لون الأنبوبين ألف وبا التفسير تغير لون الأنبوب جيم وعدم تغير لون الأنبوبين دليل على تأثير العصارة المعيدية على محلول غلوتين الآن الاستنتاج نستندج بأن الغلوتين يتأثر بالعصارة المعيدية ولا يتأثر بالعصارة اللعابية الآن ماذا يحدث على مستوى المعيدة؟ على مستوى المعيدة يحدث حقم آلي يتمثل في تقلص جدار المعيدة كما تشاهدون وكذلك يتعرض الغذاء إلى تحول كيميائي يتمثل في وجود إنزيم يدعى البروتياز أواحد أو البيبسين والذي يعمل على تبسيط البروتين إلى سلاسل صغيرة تدعى بالبيبتيد أو متعدد البيبتيد الاستنتاج يتحول بروتين لغلوتين إلى متعدد بيبتيد متعدد البيبتيد كما تشاهدون في الصورة أسفل عبارة عن سلاسل صغيرة من البروتين إذن نعيد يتحول بروتين لغلوتين إلى متعدد بيبتيد تحت تأثير إنزيم البروتياز واحد والذي يدعى بالبيبسين الموجود بالعصارة المعيدية التي تفرزها الغدد المعيدية ويكون هذا التحول جزئيا بالمعيدة كما يتعرض الغذاء لهضم آلي على مستوى المعيدة بفضل تقلصات جدار المعيد نركز هنا على التحول الكيميائي كانت عبارة عن سلسلة طويلة متمثلة في البروتين إذن أصبحت عبارة عن عدة سلاسل سميناها بمتعدد البيبتيد إذن ومنه يمكن القول بأن البروتين يتحول إلى متعدد بيبتيد على مستوى المعيدة وفق المعادلة التالية بروتين زائد بروتياز واحد أو نقول بروتين زائد بيبتيد تعطيني متعدد بيبتيد متعدد بيبتيد هي عبارة عن سلسلة صغيرة من البروتين تتكون من عدد صغير من الأحماض الأمينية وختاما نلخص كل ما قلناه يعدث على مستوى المعيدة نوعان من الهضم هضم آلي بفعل تقلصات جدار المعيدة حيث يتم طحن الغذاء بفعل هذه التقلصات وتدعى الأجين الموجودة في المعيدة في هذه الحالة بالكيموس أما الهضم الثاني فهو الهضم الكيميائي حيث يتم تبسيط وتفكيك البروتين مهما كان نوعه إلى متعدد بيبتيد بفعل إنزيم البروتياز واحد أو الذي ندعوه بالبيبتين والموجود بالعصارة المعيدية ومنه يمكننا القول بأن المادة الوحيدة التي تتفكت على مستوى المعيدة هي البروتينات حيث تصبح سلاسل صغيرة تدعى بمتعدد البيبتيد أرجو من الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك بالقناة تفعيل الجرس حتى يسهلكم كل جديد وطبعا مشاركة الفيديو حتى تعم الفائدة ويستفيد الجميع